خليني قبل ما اروح لكاس العالم اطمنكم الاول على عودة الاهلي واسق نافل التدريبات النهاردة طبعا الفرقة رجعت تتمرن مرة تانية تمرين صباحي بتحت خيات مستر مرسيل كولر وتمرين شارك فيه لعابة الاهلي كلهم بما فيهم الدوليين اللي كانوا غايبين الفترة الاخيرة بسبب معسكر المنتخب ومشاركتهم مع المنتخب في ماتش بلجيكا زي ما انتوا شايفين طبعا السلية في الملعب منعم في الملعب حمدي فتحي اطمنكم هو اجهات بسيط في العضلة الخلفية وبالتالي ان شاء الله بإذن النهاردة كان موجود في التمرينة بس اكتفى بس بالجريح حوالين الملعب لكن ان شاء الله اصبتوا مش هتاخدوا وقتوا بإذن الله يكون جاهز ممكن يعدي ماتش المقاولين وممكن يلحق بي يعني على حسب طبعا مدى استجابته للبرنامج اللي محتوط له من قبل الجهاز الطبي لكن اغلب عناصر الفريق زي ما حضراتكم شايفين شاركوا باستثناء طبعا علي معلول الموجود طبعا مع منتخب تونس في بطولة كاس العالم